اه طب يا جماعة ده تكملها للفيديوهات اللي هي بتاعة الناس بتعمل ايه بره في موضوع الكورونا. النهاردة بقى الكلام كله متركز حوالين ازاي تعمل ايه لو انت لقدر الله جالك الموضوع. وهيحصل ايه بالزبط في الاحداث بتاعة الموضوع دوت. اه مبدئيا كده هما بيقولوا ان انت الموضوع هيبتدي معك كلقاتي. هتصحف يوم الصبح. هتلاقي نفسك اه جالك صدع. وعملت كحة كحة جفة. اللي هو ما فيش بلغة ما فيش رشح في منخيرك بتاع كحة بس مستمرة. واصداع بدأ يتصاعد معك ويجبر معك مع الوقت. في اللحزة دي تعرف ان انت بدأت يبقى عندك احتمالية كبيرة ان جالك الفيروس. تعمل ايه بقى? تعزل نفسك في البيت. ما فيش خروج ما فيش بتاع. سبع ايام كاملة لو انت عايش لوحدك سبع ايام معزول في البيت ما بتخرجش. لو انت مع اسرتك هيبقى اربعتاشر يوم داعة في المدة. وكلكم مع بعض في نفس المكان. مش اللي هو هنسيبه بنمشي. لأ. لان في احتمال كبير ان انت كنو خدتوه منه. خد بالك ان انت لما تبطيه كحة والصداع ده معنا ان انت المرض اصلا جالك من خمس ايام. لأ بس العراف ظهرت دلوقتي. لان هو المرض بيقعد فترة حضانة بتقعد ممكن لاربعتاشر يوم. فلما ظهر عليك في احتمالية كبيرة ان اللي معك في البيت برضو خدوه. بس لسه ما ظهرش عليهم المرض. فلو انت اسرة يبقى اربعتاشر يوم عزل. لو انت لوحدك يبقى سبع ايام عزل. تمام? ففي اول يوم كحة تصحى الصبح. تلاقي صداع مع كحة. في اخر اليوم هيبتدي الجهاز المناعة بتاعك اشتغل فدرجة حرارة جسمك هتبتدي تعلى. الناس بيقولوا ان هي هتقعد معاك درجة الحرارة مرتفعة اللي هي اعلى من تمانية وتلاتين درجة ونص. هتقعد معاك من تمان ساعات لاتناشر ساعة. يعني تقريبا الليلة هتقضي الليلة كلها انت درجة حرارتك عالية. هتصحى الصبح تاني يوم درجة حرارة مفوتك ونزلت. بس انت لازلت عندك صداع وعمال آآ تكح. تمام? الناس بيقولوا ان الصداع هيقعد لمدة يومين. في الفترة دي بقى انت بتاخد بنادول اكسترا. بلاش البروفين بلاش الحاجات ديت لانهما بقولوا فيها مشاكل. بتاخد بنادول اكسترا بس وبتشرب سوائل كتيرة. السوائل اللي هي الغنية بيقولوا فيتامين سي. معرفش طبعا الكلام ده مؤكد ولا لا بس يعني من ضمن السوائل. فيتامين سي زي عصري الليمون عصري البرتقان او برتقان بس ولمون واستفان دي. والحاجات دي كلها غنية بفايتامين سي. آآ في نهاية اليوم الثاني المفروض الصداع يبتدى يخف. في اليوم الثالث هبتدت تحس بحرقان في صدرك. اللي هو بداية اعراض بقى اللي هو ايه ازمة يعني زي آآ ارتهاب رئة وكده خفيفة. هبتدى بيقول لك في الجزء السفل يعني في المنطقة دي كده. حرقان وهيقعد معك برضو يوم او يومين. وبعد كده هتبقى في اليوم الرابع والخمس هتكون خلاص الاعراض دي هات كلها انسحبت وجسمك ومنعتك قدروا يتغلبوا على المرض. ده بالنسبة للناس اللي هي مناعاتهم قوية ما عندهمش مشاكل مزمنة ولا امراض مزمنة. اللي هم في ناس تانية بقى اللي هي مناعاتهم ضعيفة وعندهم مشاكل او اللي هم كوبار في السن. مع بداية اليوم الرابع والتالت الحرقان بتاع السدر هيبتدي يزيد. هيبتدي يخش بقى في ازمة في التهاب رئوي. في يبتدي رائب نفسه بقى. اه الموضوع بيزيد وصعوبة التنفس بدأت تزيد ففي اللحظة دي يبتدي يروح للمستشفى. لكن انت بقى الشخص الطبيعي اللي اربعة ايام او الخمس ايام انت قاعد في البيت ما بتخرجش. اللي هو لا لما ما فيش اي سبب يخليك ما بتفتحش باب البيت. فبالتالي انت برضو لازم تكون معامل حسابك انك معاك احتياجاتك الاساسية في البيت فما تقفرش وتراشد صور مالك تشتري حاجات تكفيك تلات شهور. لا. حاجات اسبوع بس عشان تعزل نفسك. لان خطر جدا تنزل الشارع وانت عندك الفيروس. هتنقله للاخرين. لا تبقى قاعد في البيت ومعاك حاكتك وبتاع. وانت قاعد جوه البيت بقى لو انت مع اسرتك تبقى عزل نفسك في قوضة. آآ فرشة سنانك بتاعتك انت بتشرف في كوبايتك انت بتاكل في اطباقك وحاجاتك انت وبتخسر حاجتك بنفسك. هتبقى قاعد تمام معزولة عنهم. بقية الاسرة بقى لو لو ما جلهمش حاجة. وانت خفيت خلاص. لكن هو احتمال كبير ان هم كمان يكونوا لقاتوا منك بس لسه العراض ما ظهرتش. فاتكملوا مع بعض جوه البيت في الاربعتاشر يوم. كلكم ما بتخرجوش من البيت. لحد ما تخلص الاربع خمس ايام دولت. الناس بقى اللي هتروح المستشفى اللي هم بدأت ازمة التنفس تظهر عليهم. والالتهاب الرئيس بدأ يكبر. دولت هيروح المستشفى عشان ياخدوا ماسكو اكسجين او او حاجات زى كده. وهما دولت اللي محتاجين فعلا المستشفى. انت كشخص عادي تسعين او خمسة خمسة وتمانيلي تسعين في المية من الناس مش هتحتاج تروح للمستشفى اصلا. هو خلاص الموضوع عادة معهم وخلاص خلص. الناس بقى سيبوا المستشفى للناس اللي بجد محتاجها المستشفى اللي هي الناس اللي عندها ازمة التنفس وعندهم التهاب رئيس وحد او اه الناس اللي هي اميوني كومبرومايس دولت. ففي نهاية اليوم الرابع بقى بالنسبة للشخص العادي في نهاية الرابع والخامس خلاص الموضوع خف. وانت ان شاء الله عدت منه وما وما فيش مشاكل وبعندك اجازك المناع قدر ان هو اه يتغلب عليه. ففدي الارشادات الصحية تعمل ايه لو جالك الفيروس وانت اه جوه البيت. هتاع عزل تام. مفيش حركة. اه مفيش مفيش قصدي خروج برا البيت مفيش الكلام دو. انا قاعد بقى بسمع اه كلام غريب بقى. قصدي مؤامرة بين امريكا والصين وفي بنتكة طلعت فيديو يعني حاجة يعني هبد بصراحة يعني هبد جامد. يا جماعة فكوكو من نظريات المؤامرة. انقذوا نفسوكو وانقذوا اسرتكو عن طريق ان انت تعرفوا الارشادات الصحية والحاجات اللي المفروضة البديهية اللي تعملوها عشان توقفوا لتشر المرض في المجتمع. بلاش تفكر وتاخد الموضوع باستخفاف كده وانه هو لا هم بيتحقوا علينا وبتاعه والموضوع مفيش حاجة. لا الموضوع بسيريس. الموضوع بجد. اه اه اغلب الدول العالم خلاص عملت حظر تجول وبتاع في بريطانيا الدنيا يعني اه رفعوا درجة الاستغلاف اكتر بقى قالوا الناس ما تنزلش الشوارع ما تخرجش للدرورة قصوى. بس المدارس لسه شغالة وبتاع فالاخبار اللي انا بقى اراها اللي هو غيروا الخطط وكلامنا لغاية دلوقتي بالنسبة الدنيا زي ما هي باستثناء ان هما قال لك الناس اه ما تنزلش الشوارع ولو نزلت تبقى فيه مسافة بينك وبين الناس الاخرين. لو انت ماشي في الشارع ولو انت قصدي في البيت اخد بقى احترطك بقى جوه البيت حكتك لوحدك بتاع. لو انت اضطرت تنزل لاي سبب قهري. لاي سبب قهري. يبقى تنزل لابس ماسك اكسجين. لابس ماسك اللي هو اللي بغطي الويش. ومعاك الهاند بتاعك اللي هو اللي بيخسي اللي اللي بتعمل بيه اليدين اللي بتخسد بيه كل شوية لان المرء الفيروس ده ممكن يقعد على الاسطح فترة طويلة. فبالتالي خلي بالك. ولو هتكي اه لو لو هتعتس او بتاع تعتس في منديل وترمي المنديلة على طول او معاكش منديل بقى تعمل كده. مش في ايدك. لا كده. تمام? اه بس الفضل ما تنزلش اصلا. يعني خلي اعمل حجر صحي لنفسك. لابس لما تعدل الاخرين وفيه ناس خطر. لو انت في البيت عندك حد كبير في السن ده تبعد عنه خالص. ده يعني تخليه يعني في الشرق وانت في الغرب جوه البيت. يبعدوا عنهم لان ده لقت اكتر ناس يا جماعة عندهم مشاكل ممكن لقدر المرض يبقى بالنسبة لهم سيفير جدا. اه غير كده اه ان شاء الله الموضوع هيبقى على اغلب الناس هيبقى الموضوع هيعدي بالشكل انا قلته دوت صداعة مع كحة مع شوية ممكن احتقان في الزور مع ارتفاع درجة الحرارة حرقان بسيط في اه في الريقتين بس الموضوع في الاخر اه هيعدي. وكل الناس هيجي لها كده وفي الاخر المجتمع بشكل كبير هيبقى بنى المناعة بتاعته بعد شوية. اه فاتمنى ان الناس تاخد بالها واخدوا الاحتراطات ديت وان شاء الله الموضوع يعدي على الناس كلها وما بقاش في حاجة. شكرا جميعا.